السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من التوقعات اليومية لليوم الخميس 26 أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج السرطان لغاية الساعة 10 و46 دقيقة مساء من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية الساعة 9 و41 دقيقة صباح يوم الأحد بتوقيت جرينيش القمر الآن موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة وحدة و35 دقيقة بعد الظهر ظهر اليوم الخميس بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو القمر بما أنه موجود أغلب اليوم في برج السرطان لغاية ساعات المساء معناته منظل منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا بتكون زائدة في هاي الفترة حتى لو كان الشيء بسيط منتأثر فيه من حاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبانا من ميل القيام بأشياء بتجعلنا سعداء برضو ممكن تراودنا بعض الذكريات اللي تجعل البعض منا يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بها حاجة للمزيد من الاهتمام للأكل والشرب مراقبتهم لأنه في الفترة هاي الشهية بتكون مفتوحة لتناول الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا الاهتمام بمسائل تتعلق بشراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضى وقت منتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو هاي زاوية رح تكون الساعة أربعة وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتزيد من حد الذهننا وحدسنا ونقدنا وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم أعمالنا ونجاح مشاريع واتخاذ قرارات لازمة طبعا هاي الزاوية لها تأثير ثلاث أيام ومستمرة ثلاث أيام قادمة بعد هاي الزاوية مباشرة بصير عنا اللي هو حدث اللي هو انتقال كوكب عطارد من برج العذراء لبرج الميزان الساعة ثمانية وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينج ورح يظل موجود طبعا بحركة أمامية في برج الميزان لغاية الساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة مساء يوم الأحد ثلاثة عشر طبعا الحلقة الكاملة صارت موجودة على القناة اللي حاب يسمعها ويستفيد بالمعلومات اللي موجودة فيها فموجودة صارت على القناة خلال الفترة المذكورة اللي هي ما بين اليوم الخميس ستة وعشرين تسعة لغاية يوم ثلاثة عشر بيشعروا موليد برج الميزان بقوة الفكر والإدراك الجيد والرغبة في الدراسة والمطالع وإجراء اتصالات وتنقلات ضرورية وبيتمتعوا بالقدرة على إقناع الغير بوجهة نظرهم يستفيد معهم وليد الأبراج الهوائية الأخرى لهم الجوزاء والدلو والنارية لهم الحمل والأسد والقوس وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب عطارد ساعة ولادته في برج الميزان أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة ودقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهو الوقت المناسب للراحة بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال اللي تتعلق بالمسرح والروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاول السلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة عشر و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة عشر و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة عشر و46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة عشر و46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش خلص القمر بيستقر في برج الأسد وهنا بصير الناس من حولنا في هذا الوقت أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات والمشاركة العاطفية مع الأحبة ويمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء الاستفسارات والنصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المال ومنستثمر ومنشتري الأمور الثمينة مثل المجوهرات الثمينة أو المعادن الثمينة ومنكون جريئين ومنرتدي الملابس العنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الآخرين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عملية جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية من الآن وحتى ساعات المساء عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء الصفاق والجهاز اللمفاوي وعظم الصدر أما في ساعات المساء وما بعد بصير عنا الأعضاء الأكثر حساسية القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، والظهر، والجانبان طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن زي ما ذكرنا أنه ما زال العمليات التكميم للمعدة وأيضا التجميل للثدي ما بننصح فيها نهائيا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الأسد خلو المسار القادم بيكون يوم الأحد بيبدأ الساعة ثلاثة وخمسة وثلاثين دقيقة فجرا أنه بيستمر حتى تمام الساعة تسعة وواحد وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بعدها بينتقل القمر للعذراء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال العمر واربع وعشرين يوم الساعة عشرة وتسعة عشر دقيقة مساء نبدأ باليوم الخمس وعشرين نسبة الإضاءة ثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين عشرة سعيدة بنسبة ستين في المية الآن ساعة الصباح سعيدة بنسبة سبعين في المية القمر في السرطان ورح ينتقل في ساعات المساء للأسد ورح يظل في الأسد ليوم تسعة وعشرين تسعة سعيد الآن بنسبة خمسة في المية ساعة الفجر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعة الصباح سعيد بنسبة ستين في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة سبعين في المية أما في ساعات العصر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية عطارد في العذراء ورح ينتقل للميزان ورح يظل في الميزان ليوم 13 سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 سعيد بنسبة 15% الآن ساعة المساء سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 4-11 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنهمكم بيمور إلها صلة بالبيت والعائلة من الآن وحتى ساعات المساء أهم شيء أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أفراد العائلة بغسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بإمكانك أنك تخصص فترة من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو ضاغط والمسؤولية كبيرة وممكن تكون على ارتباط مهمة في جوز الفشل وبرضو في بعض المصاريف المنزلية أما في ساعات المساء بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات وهذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان وبتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية دافع عن مبادئك ولكن بليونة ودبلوماسية وانتبه لكلامك واحفظ خط الرجعة بتتم لقاءات أو اجتماعات عمل مفيدة بالنسبة لأيلك أو ممكن تتخذ خلالها بعض القرارات المهمة أما في ساعات المساء بتعيد وتنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا الأجواء بتحمل لك فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو ممكن يحصلوا على هدية أهم مش أنه تخففوا من النفقات بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا بالرحلات والاتصالات وبتتجرأ في النقاش وهي فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة ولا تقديم الامتحانات ولا المطالبة بحقك يعني بتقدر تمارس صلاحياتك أما في ساعات المساء بتنشطوا في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا نشاط وحيوي وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شيء أنه يعني حاولوا أنه ما تفرضوا وجهة نظركم بشكل مبالغ فيه بإمكانك تحقيق انتصار أو تظهر مزايا رائعة تلفت أنظار الجميع لا إلك وهي فترة إيجابية حاول أنك تستغلها الأجواء مسلطة عليك ممكنكم في دعم خارجي ربما اهتمامات مالية أو قروض أو ديون أو صفحة أو قرار جديد أما في ساعات المساء بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن مشتريات غير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي من الآن وحتى ساعات المساء إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة بتكون مرهق وقليل الحماسة وما ممكن تنتظر جواب لأن الأجواء ما زالت ضاغطة وفارغة من الحضوض ابتهدأ الأجواء وبتخف وطيرتك حتى الركود أما في ساعات المساء هنا بتمتلقوا نشاط وحيوية بتقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تتجنبوا انتقاد أي شخص اليوم بيحمل لك فرصة مناسبة لحجد التأييد والدعم وهذه فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحد الأطراف انت بتملك القدرة على التواصل بالناء ومن الضروري حجد الدعم حالياً حاول انك تلعب دور بالناء لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء وما بعد بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم وحاولوا انكم ما توقعوا على عقد وما تحسوا مؤمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وممكن يحمل لك هذا اليوم مسألة شخصية تتسبب لك بنوع من أنواع القلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهميش إنك ما تجازف باستقرارك ومعنوياتك أو نوع من هيك الاستقرار الشخصي هدئ من روعك يعني فيه انطلاقة ولكن فيها نوع من أنواع التوتر والخلافات أما من ساعات المساء بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا في مساء تتعلق بسفر أو اتصال بعيد ولكن بتكون أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة من الآن وحتى ساعات المساء ممكن تفرح لإنفراج مسألة ضاغطة وهي فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن حاذر من المتاعب والوعكات الصحية أما في ساعات المساء حافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويتعتبر بداية مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بدك تتجنب الخلافات وتسعى لتلطيف الأجواء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنهمكم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات اللي أنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض من الآن وحتى ساعات المساء سار على تصحيح الأخطاء واستعاد ثقة الآخرين ولا تسمح للخلافات بالتأزم لسيما مع الأحبة ناقش وفاوض وما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع وعبر عن رأيك بهدوء وما تستفز أحد أما في ساعات المساء بتنشطوا في مسائل تتعلق بسفر أو اتصال بعيد ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة لأن القمر موجود ما زال مقابلكم لغاية ساعات المساء ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء بالعمل أو العاطفة وبالضل فترة متوترة ممكن تتورط في أزمة أنت بغنى عنها فبدك تكون حذر ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين أهم شأنك ما توجه أي انتقاد لأي شخص أما في ساعات المساء بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت تحاول تنفيذها دون تردد وما تلتهو بالأمور الثانوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما زال القمر موجود في بيت العمل والصحة فعشان هيك بيبدأ بظل العمل يتراكم عندكم لغاية ساعات المساء حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وما تدخلوا في أي مواجهة مع زملائكم أو مع معاونينكم ابتكثر اليوم اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي وبتكثر المسؤوليات والالتزامات على أنواعها كن حريص على عملك وباكر إليه أما من ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحذروا من الخلافات وما ضخموا الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفاهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم بتحتفل بإنجاز أو انتصار وبتنمو بعض العلاقات وبتزدهر وهي فترة مثمرة بشكل كبير انشغلات وتحركات لكنها فترة حض ونجاح وتقدم لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء وما بعد بتكن تنتبهوا لصحتكم أكثر لأن الوضع الصحي شوي بكون متقلب بالفترة وبيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر